الحمد لله الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على من ترقى وعلى ورأى ربه الذي فيه تجلى خالق السماوات عز وجل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العلا ترقى إلى السبع الطباق ترقياً حقيقاً ولم يعبر سفيناً ولا جسراً وبالجسم أسر الله وهو دلالة يمحلها من لا يسر لليسراً عن مدد الشيخ أبي إسحاق سادة الحضور أساتذةً ومدراءً ومستمعين منصطين إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقاً منه وتحسيناً لم يبلغ العشر من قولٍ تبلغه أذن الأحبة يفواها المحبين إن الموضوع الذي نحن في صدد الحديث عنه يخص مؤلفاً ومؤلفاً من مؤلفات هذه الحضرة المترامية أطرافها أليانعة ثمارها والوارفة ظلالها حضرة الشيخ إبراهيم حضرة العلم والعلماء لحضرة الشيخ سرٌ ظاهرٌ بادي لأحوذيٍ صحيحٍ فهمي أو بادي إن تأتي حضرة الغلع اللي اجتمعت بها بالطب والنون والملاح والهادي أما المؤلف فكما تعرفون جميعاً هو غنيٌ عن التعريف وموصوفٌ بالمعروف ومألوفٌ بعنايته الجبارة بالكتاب والحديث الشريف وكيف يصح في الأدهال شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل وأنا آثرت في هذه الوقفة بالذات عدم الخوض فيه وفي التغلغل في تعريفه نزولاً عند رغبته غير أن هذا لا ينهنهني من أن أتضرع لله سائلاً له طول العمر ودرك المراد مع جميع كبار هذه الحضرة فأكرم بالإمام شيخ الماحي حماه الله ما دار الزمان وهذا المؤلف الذي في متناول اليد أقل ما يقال فيه أنه بيانٌ يخرج القارئة من حيز الإشكال إلى حيز التجلي فهو مؤلفٌ قيمٌ يداوي القلوب الغلبة والأعين الرمدة كما يقولون هو قيمٌ لدرجة أنه يستحق أن يرسم بالذوبان الذهب الخالص لضمه بين دفتيه المباركتين علوماً ومعارفاً وحكماً لا ينضب معينها ولا يجف منبعها وشرف كل علمٍ وشرف كل علمٍ إنما هو بشرفٍ مدلوله وهذا البحث العلمي تناول فيه قضية الإسراء والمعراج وهو حدثٌ عظيمٌ وقضيةٌ أصيلة في الإسلام لها مكانتُها العالية ومنزلتُها الشامخة ونتائجُها الفائقة وإن قدحَ وشكَّكَ في كونيتها بعضُ المُتمرِّدين أو كما يحلُوا لي بعضُ الغافلين المُجرَّدين عن نور اليقين منطمِس البصيرة والبصر صرابِك ليلاً ثم أدناك راقياً إلى حضرةٍ لم تُلفَ موطِع أخمُصي تجاوزت أفلاك النجوم وقدَّنا لك العلم والأسرار خير مُمحصي فانلتَ مقامًا قد تقاصرَ دونه جميعُ هُداة الخلق من كل مُخلِصي ومن هذا المنطلق أودُّ تصنيطَ الضوء على بعض أبواب هذا الكتاب مع إيجازٍ غير مُخِل فالإيجاز كما تعرفون له ضربٌ مُخِلٌ وقبيحٌ عند البلغاء وربما عُدَّ من أنواع اللغز ولسنا هنا لذلك وهذه الأبواب الثلاثة أولُها صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء فقد ورد في الصحيح من المأثور عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد رأيتُني في جماعةٍ من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتُهم فقال قائلٌ يا محمد هذا مالكُ خازِنُ النار فبدَى أبيب السلام وأثبتَهُ الذين اعتنَوا بالتقييد التُراثي ولاكَتُه ألسِنة الشُعَرَاء هذا البُصير يقول في ميميته الراعية صريتَ من حرمٍ ليلاً إلى حرمٍ كما سر البدر في داجٍ من الظُّلم وبتترقى إلى أنلت منزلةً من قاب قوسين لم تُدرك ولم تُرمي وقدمتك جميعُ الأنبياء بها والرُسل تقديم مخدومٍ على خدمه وشيخُنا عمر الهاشم يقول فأنتَ سرُّ وجودِ الكونِ أجمعِهِ واللهُ بالرحمةِ العُظمى حلاكَ صليتَ بالرُسلِ في الأقصى على نعمٍ وسرُّ إلهِ الكونِ جبريلُ نادَاكَ فإذن صلاتُهُ صلى الله عليه وسلم ثبتَت في المنقول عن أئمة هذا الدين الحنيف وكانت الصلاةُ بأرواحهم كما ثبَّت ذلك شيخُنا شيخ إبراهيم رضي الله عنه غيرَ ما مرَّ والبابُ الثاني الذي وقفتُ عليه وقفةً قاطفة هو هل الإسراءُ والمعراج كانَ بالروحِ والجسدِ أو بهما معًا أو بهما معًا وما رأيُ شيخ إبراهيم رضي الله عنه في ذلك لقد حاولَ الباحثُ في هذا البحثِ الرفيع تثبيتَ كون الإسراءِ بالروحِ والجسدِ كما عليه أطولُ المحققينَ باعًا في العلمِ واستدلَّ بأقوالِ العُلماءِ والأحاديثِ المتواترةِ الصحيحةِ فقد رويَ عن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنه قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ أُسْرِ أبِه طلبتُك يا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم البارِحةَ فلم أجدك فقال له رسولُ صلى الله عليه وسلم إن جبريل حملني إلى المسجد الأقصى فإذا اعتمدنا على هذا الخبر وعلى غيره من الحُجَجِ البالغةِ والبراهينِ الصاطعةِ يتجلى لنا واضحًا أن الإسراءَ والمِعراجِ حدثَ بالروحِ والجسدِ كما هو المُستوحى من آراءِ العُلماءِ الأجلاءِ وقرائحِهم فلولا أنه حدثَ بالروحِ والجسدِ لما أحدثَ جلبةً وضوضاءَ حتى انقسمَ الناسُ حولَهُ بينَ مُسْأَيِّدٍ مُصَدِّقٍ ومنكرٍ مُكذِّبٍ لقد علموا أن ابننا لا مُكذَّبٌ لدينا ولا يُعنى بقولِ الأباطِلِ ونخُصُ بالذكرِ أرفعَهم قدرًا وأعمقَهم علمًا وأبعدَهم ذكرًا وأوضحَهم فهماً ورأياً مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الذي قيلَ عنه مساجِلُه في العلم غارَ الدلاؤُه ببحرٍ من العلمِ اللَّدُني الزاخِرِ ورضي الله عن ابن حامدونَ إذ يقول وعالِمًا كل فنٍّ منتقًا فلهُ في كل فنٍّ تآليفُ المُؤلَّفةُ ومن إذا قال قولًا في مُذاكَارةٍ فما إلى غير ذاك القول يُلتفَتُه يقول الشيخ رضي الله عنه في تفسير هذه الآية يقول سبحان الذي أسرَى بعبده ليلاً من المسجد الحرام يقول العمل من الله ليس من محمدٍ حتى يمكنك أن تُعجِزَ محمدًا عن أن يفعل هذا لم يقل سرَى بل الله الذي لا يُعجِزُه شيء وهو القادر على كل شيء هو الذي أسرَى به وقال أيضًا الشيخ رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم عبدًا في ثلاث مواضع فقال سبحان الذي أسرَى بعبده وقال أنزل على عبده الكتابة وقال أيضًا وإنه لما قام عبد الله فلو كان الإسراء بالروح فقط لمحتاج الله تبارك وتعالى إلى الاتيان بكلمة عبدٍ أو قال أو بروح عبده فوصفه بالعبد هذه أدلُّ دليلٍ على أن الإسراء حدث بالروح والجسد وهذا فائدة قوله أسرى بعبده وقال أيضًا الإسراء يقع بالروح وليس خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل كل الأولياء والأنبياء يقع لهم الإسراء بالروح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده دون غيره وهذا لم يُسبق له نظيرٌ فيما رأينا وسمعنا وقد تغنَّ الشيخ بهذا الإسراء في كثيرٍ من أشعاره من أشعاره الأخَّذة الجذابة فقال يؤرِّقني ذكرى صراه بمكةٍ وقد كتُّ أسري أو صريتُ كذلك صريتُ بروحي أقتفي جسم أحمدٍ فتم لقاءٌ بين ديني هنالك وقال أيضًا فالسرٌ سرى بالسر للسر وحده ولم يكُّ إلا الحق والسر لا هوتُ ورحم الله الشوقية إذ يقول يتساءلون وأنت أطهرُ هيكلٍ بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سريت مطهرين كلاهما نورٌ وروحانيةٌ وبهاء فضلٌ عليك لذي الجلال ومنَّةٌ والله يفعل ما يشاء والله يفعل ما يرى ويشاء والعرش تحتك سُدَّةٌ وقوائمٌ ومناكب الروح الأمين وطاء والرُّسل دون العرش لم يُؤذَن لهم حاشا لغيرك موعدٌ ولقاء أما موقع الإسراء والمعراج من الأحداث الإسلامية فهو فيصلٌ بين عهد مكة وعهد المدينة ومع ذلك أيضاً كان اختباراً من الله تبارك وتعالى للصادقين ممن أسلموا على يد محمدٍ صلى الله عليه وسلم والكاذبين ليمتازَ المجرمون من الصالحين وليمتازَ الأقوياءٌ من الضُعفاء بل ليظهر الخبيثُ من الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل مرحلةً جديدةً في إسرائه فكان بحاجةٍ ماسة إلى أقوياءٍ وإلى رجالٍ يُصدِّقونَه في كل ما يأتي به من خبر السماء كما قال له أحد الشعراء قل لنا ما يأتيك فقط من عند ربك ونحن وراءك فهو صلى الله عليه وسلم لم يعد في هذه الآوينة يحتاج لمتشككٍ وضعيف الإيمان وضعيف الإيمان ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينة وفيها ما فيها مما لا يسمح الوقتُ بطرقه لأن الإسراء والمعراج كان إيذانًا بصبحٍ جديدٍ للإسلام وإكرامًا لنبيه صلى الله عليه وسلم صبحٌ تنفس بالهدى يُصبِ العيون إذا بدأ وزيَّن البيتُ الحرامُ شذًا وماسَ وغرَّدًا خطر النبيُّ به وجبريلُ الأمينُ له حدًا والكونُ يا للكونِ متحدٌ وبالحُسن ارتدًا هي رحلةٌ في الله ما أبهى الصفاء وأغيدًا فيها أفاويقُ الحقيقة ثرَّةٌ فيها الجدًا وزيَّن البيتُ الحرامُ فظلَّ يرتقِبُ الندَى فتطاولَت أعوادُه والمسجدُ الأقصى شذًا فتساءلَ الحدثان والسقلان ما هذا الصدَى فأجابت السبعُ الطباقُ سنًا بعالمكم بدَى فاليوم إسراءٌ ومعراجٌ أقيم لأحمدَى جبريلُ نادَى في السماءِ وراحَ فيها واغتَدَى نادَى الملائكَة في العلاحيُ النبيَّ محمدًا وختامًا أوجِّه الشُكْرَى الخالِصَةَ لهذه اللجانِ المهتمَّةِ بكل ما هو من شكله أن يُميِّز أهل المدينة عن غيرهم عالمهم يُدرِّس العلومة في كل ساعةٍ يُرِي الفُهُومة والحمد لله، سبحانه وتعالى بكل ما هو عدم المنزل وعلاً أجراء الحسن أن there is so much for us الذين يُدرسون الاحياريون وأقوم هم ترغبون بكل ما هو السبع الاسراء والمعراج وليسيخ محمد المعراج، ومن المعراج والعلم يُدرسون الاحياريون نحتاج إلى كل سبيل فالجعل الحرب التي ترجمها ستتطلبها اس frase في المحسن وقوا في المحسن لديك فالنحن لديك وصل وأنت الشيخ بابك دون السجي لأن الله ستكون في المحسن somethin الفيحة صلى الله عليه وسلم لأن الكثير من السلام فرغبا في الجانب و الإسراء و المعراج أنه نحن أعلم بيهدئي لأنه يدلعي وأنه لا يدلعي وأنه لا يدلعي ونحن نحن نعلم بإذن أنه تكون أرض الله واسعة إذا كنت في قوم يذلك أهلها ولم تكدع الزنبها فتغرب فإن رسول الله لم تستقم له بمكة حال فاستقام بيثريبي موضوع بناك وما ي ouncesمتعوز، ف من أحدثبي كان هناك إ Jing Beats لما أجخر يأتي مما من إداف جادة وفي المحرات الأس Platz ولذلك كل شيئا سنüne نظر إلى تريد كيف دل لقد كانت bubbleg. نحن لا يمكن ان اضاففها لنا في المسجد الحقسام لقد وصلت على الحجم للأسفل المقدس في بأننا أتproفار أحد النظر ابا بكر صديق هنا محبط أن اقع على إسراوة المعراج وهو من أن يكون خدفاً لقد كان يكون هناك أنام حبط بي وضع نحن محبط ونحن نحن 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 مثل لقد كانت أعبر أجل الجميع وقفتهم في حقوقًا أنه من أن تعلم في المسجد كأنت أجل الجميع عن المسجد وقفتهم في السماء أجل وثقائل لكن هذا يخ школ شخص التخرج في لكنها هي ت machinery شيئًا الكثيرًا بح cờ舰 الخضور هل الضجئ INكم الكثيرًاOR هاتف عينة هي كذلك في الوقت الاوضاء إذا أبداً إذا كنت في اليوم كنت في كلنا هذه الكثير هي لأيدي دقاؤه لأن تنقوية الأطفال ومعنا رحل، قالت هذا النهاي ، شبه وشبه 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 يصبح مره術 بالبعه هم هم يساعدوننا مريح انه يسافه نظر ان شبه والمناس بها شبه يكون هذا المساعد كما سننفذر النابلس يقضي لأنها تجربة أي شيء يجب أن تكون أدخلات السابقة وأن تتبغل أي شيء ، أشعر من الله وأن تقولوا في السورة إسراء والاكتب الله سبحانه وتعالى لماذا قالت المصدر للسجد الأقصى ولكن هذه الصداة التي تم تغيب الناس إذن أنها تخدمها تلك الناس وإذنها لأن 거기 حصل على شراب فيها الفتاة تلقى يفضل عن شراب في جمال للمساق البيضية أخبرنا طبعنا اخبرنا يا الله إخبرنا وما تخبرنا أخبرنا يمكننا يجم عندك روحا عندك جمم ولو قارنت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى فموسى خر مغشيا عليه و احمد لم يكن ليا زيغة ذهنة كانت ويكاتي يلو اللوخ بول جلون تكباتي لفظة يالل الموحن موسى لن تراني اقل الموحشين انتب صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى عندما يصل الى موحشين انتب صلى الله عليه وسلم ونموت صلى الله عليه وسلم لتحدث أن النبي ينسى حتى يسسسس اعطوا إلى أطلاق الخارج فهو تنسى حتى يسسسس اعطوا بشكل يسسس فهو تنسى و تنسى في فترة السفقة فهو تنسى حتى يسسس سببتك سأتسس و يسسسس اعطوا بشكل جيد فهو تنسى مقالبت أن يكون بيسسس وicism مالك يجب أن تقاصرت كله هداة الخلق من كل مخلصات بالمقام السراء والمعراج تحضير لنا ما فالتنصر الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إسرا و المعراج يتبعون بالحفظ إذا فعل الإسلام إن الإسرا و المعراج يستطيع إستجابه فإنذ يتبعون جيده لحب مدينة المعراج وهنا نتبع مدينة المحل حتى أن ينظر في البطريقة المعرفة وفهم بضعة أنه يتبعون يتبعون جيده وحب يتبعون جيده أنتظر في الحاول التي يحصل على البعض بها ، كان الأمر في المدينة ،هاتف مخارجة ، في المدينة ، لبعض الأطفال سيغلاق يأتي السبب سيدنا فلا سيف إلا نحو سيف قد اعتداء علينا فلا نرضى بضيمن ولا بزي هذا ماذا يقول إن أحد نوعه سجعني لمَن ترسل وإن لأنك في النهاية تجعل دائما كان يوجد لأن هذهات marketing تجعلنا الإموال من حلنا وحكاً عند الوغة والتآسيا نُعَادِ الَّذِي عَادَا مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَإِنْ كَانَ الْحَبِيبُ الْمُوَاتِيَةِ نُو كَيَ اللَّهَ بُولَهِكْ بَمِيَقَ نَوْمَدِنَ الْمُنَوَّرَةَ بَنْدَمَيْ بَنْنَنَنْتُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُخُنْ كُسُنُيُّ عَلَى الْرَقْ أَمْتِي سبحانك اللهم لا أحصي كما لك أو ثناك يا رب كل علن تناها فهو دونك في علاك هذه الحياة بكل ما فيها تسخرها يدك أوليتها علما فحاولت الصعود إلى سماك ومن العجيب يصدقون العلم وهو على فكات ويكذبون صعود أحمد يوم أن لبى النداك فسرى إليك اجتاز هاتيك المجرة والسماك وعلى السماوات العلا على هدى حتى أتاك فأريته ما لا يرى ومنحته أوفى ولاك لا غروة فهو المجتبى وهو الحبيب ومصطفاك سعيد النبي سعادة أبدية لما رأىك لا يجب التنكيني لا يجب التنكيني بإيقاء الله سبحانه وتعالى من خمانتيني فأريد هذا هو مقام لا يجب التنكيين وإذا كنت تتعلم ما ثقاني عنه يقولنا الله سبحانه وتعالى كما تعلمون برام خمخم يسيك لن يسيك لن يصدقون العلم وهو على أفكاك ويكذبون سعود أحمد يوم أن لباني داك إسراء والمعراج يجب أن يسيك لن يسيك لن يسيك لن يسيك لن يسيك لن يسيك ويسيكها لا يزيده من العم AMFM ويطين الله كان بسم الله رمك أن نعطي الله كما يتعذى يطمق الشفل للهل لا يمكنك تقنعها بأساسي مستقيمة لأنهم يتبعون مستقيمة ونحن نعجب أن نحن نقيمة ونسألنا ونحن نعجب ونعجب ونحن نحن نعجب في المدينة حتى يتبع التجميع نحن نفعل يا سيدي يا رسول الله آلمنا أن قام غرٌ بدار الكفر عذاك وغيره قام في حقدٍ وفي صلفٍ بالزور والظلم والعدوان آذاك هذا وذاك يرمان الدمار لنا لا تُبقي يا ربي لا هذا ولا ذاك كنا أجل عباد الله قاطبةً كنا أعزَّ الورع لما أطعناك لكن أمتنا يا ويح أمتنا قد ضيَّعوا في زمان الضُع في مسراك قد أهدروا قيماً كم شرَّدوا أمماً رحماك مما جنوه اليوم رحماك قد فرَّطت أمتي في دينها حقبًا فكيف بالله يوم الدين نلقاك يا من أسأت برسمٍ في مشفَّعنا شُلَّت مدى الدهر والتاريخ كفَّاك كيف اشترأت على خير الورى سفهًا قد بُؤتَ بالخِزِّ ظلَّامًا وأفَّاكَ إن الرسول لنورُ الكون أجمعه لكن تَعَامَتْ عَنِ الْأَنْوَارِ عَيْنَاكَ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا